موسيقى موسيقى أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ماورا الحدث نخصها اليوم لتسليط الضوء على الإجراءات المتخذة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا من جديد يسعدنا كثيرا أن يكون معنا من الدار البيضاء البروفيسور شاكيب عبدالفتاح وهو أستاذ في كلية الطب بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة في الدار البيضاء أهلا وسهلا بك بروفيسور معنا كما نسعد باستضافة البروفيسور عبدالله بادو وهو مدير مختبر المناع الجينية بكلية الطب والصيدل بالدار البيضاء أهلا وسهلا بك بروفيسور معنا ويسرنا أن يكون معنا من العراش الدكتور طيب حمدي وهو طبيب وباحث في السياسات والنظمة الصحية أهلا وسلام بك دكتور معنا أبدأ معكم بروفيسور شكيم مساء الخير قبل أن نتحدث عن الإجراءات المتخذة أود أن نتحدث إذا تفضلت أولا عن حالة انتشار كورونا اليوم في المغرب مساء الخير شكرا لكم على الاستضافة تمنى لكم سنة سعيدة إن شاء الله بالصحة والسلامة وللأستاذ الدولي لأستاذ حمدي ولجميع من يشاهدون اليوم الحالة الوبائية في المغرب اليوم هي في الحمد مستقرة لدينا تقريبا أقل من خمسين حالة جديدة في كل يوم لدينا تقريبا صفر وفاة هذه تقريبا من فاتح دوجنبير كيف من صفر وفاة في اليوم هذا هو المطمئين ولا أريد أن نرى في حالة المغربة لديهم الكوويد اليوم قريبا كانت 364 حالة ناشطة أننا كانت 364 مغربة عندهم الكوويد اليوم فأحنا في حالة يعني غير مقرقة بتاتا بالنسبة لدوزنا في 2020 و2021 طيب أمر إلى البروفيسور بادو أهلا بك بروفيسور معنا هل مازال هذا الفيروس خطيرا؟ هل مازال يقتل؟ أين وصلت متحوراته؟ أعلا وسهلا وشكرا على الاستضافة وسنة سعيدة لكم ولبروفيسور شاكيب ودكتور حمضي جميع المغربة في الحقيقة حينما نقوم بتحليل منحنا الإصابات اليومية لكل موجة منذ بداية هذه الجائحة كي تضح أن موجة بعد موجة يعني نسبة الوفيات تقل الموجة بعد موجة وهذا كي يوضح بأنه نحن في طريق لربما ربما نهاية الجائحة اللي أظن مهم جدا كذلك هو أنه موجة بعد موجة فالملحنة كيكون أقل حدة وهذا أظن مشي لأن الناس كتكون عندهم أقل عدوة ولكن الفيروس وخاكي يكون الفيروس لكن المرض يكون أقل حدة وبالتالي إما تكون بدون أعراض أو بأعراض خفيفة وبالتالي الشخص ما كيمشيش باش يقوم باختبار كوفيد-19 وبالتالي أظن أنه على العموم نحن في طريق صحيح وهذه قلناه منذ ظهور المتحور أوميكرون قلنا بأن المتحور أوميكرون ربما سيكون هو بداية نهاية الجائحة ورغم هذه اللي كان لحظة في الصين فهذا السيناريو الإيجابي هو اللي باقي نغادين فيه من غير إلى بان شي حاجة لاحتمال دياله يبقى ضعيف جدا لكن تبقى قائمة لكن هذا السيناريو الإيجابي نعليه منذ ظهور المتحور أوميكرون هو اللي باقي سائد اليوم واليمكن نشوف أن الموجة الأخيرة اللي ظهرت في المغرب فهي موجة صغيرة جدا لأن على العموم الفيروس أصبح أقل حدة لكن كذلك المغاربة أصبحوا مملعين أكثر سواء عن طريق اللقاح أو عن طريق مواجهة الفيروس بطريقة طبيعية مازال يقتل هذا الفيروس دكتور بادو؟ مازال يقتل؟ نعم طبيعة الحال فأي فيروس إذا شفنا يعني نسبة الحدة دياله إذا أخذنا الأشخاص اللي هشة أو هشة جدا يمكن أننا نشوفه يعني بعض وفاية لكن على العموم النسبة فقلت بزاف إذا أخذنا غير البداية ديال الموجة ديال أوميكرون يعني الموجة الأولى ديال أوميكرون مع الموجة الأخيرة ديال أوميكرون فتم هناك انخفاض تقريبا ثلاثة المرات باش تم انخفاض ديال نسبة الفتك وهذا كي يوضح أنه في قلب أوميكرون اللي احنا قلنا بأنه فيروس أصبح أضعف حتى الوقت اللي كان نمشي من الأوميكرون المتغير ثاني وآخر ديال أوميكرون ما زلنا كان نخفضو ذيك يعني كان لاحظو الخفاض في نسبة الفتك إذن نعم ما زلك يقتل ولكن كانت حدثتو بالنسبة للنسبة فإلى قرن 2020 مع دبع يعني فرق كبير جدا دكتور حمضي مساء الخير رأينا كيف أن الصين توقفت عن نشر المعلومات المتعلقة بالتطورة الجنومية لهذا الفيروس بعد ذلك عبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بعض الدول اليوم المغرب كذلك قررت توقيف الرحلات الأشخاص القادمين من الصين عدم استقبالهم أين هو المشكل لماذا هذا القلق هنا الواقع أن الأمر يتعلق باحتياطات سلحة الساعة لا يوجد شيء قلق يعني يذكر فيما يخص هذا الوضع هناك تخوف يعني الوضعية الحالية في الصين وفي الوباء وجائحة عالميا هي غير مقلقة ربحا اللي بتكلم بروفيسور عبد فتاح شاكي بفعل الوضعية في المغرب بتكلم كذلك بروفيسور بادو على تطور ديال الجائحة احتى عالميا ولا مغربيا يعني ليس هناك في الوضع الوبائي عالميا ولا محلي ولا وطنيا ليس هناك ما يدعو إلى القلق ما دمنا أمام متحورات ديال غارجة من الأوميكرو واللي عموما المواطنين اللي عندهم سبق لهم تصابوا بكوفيد أو اللي هم مرق حينوا في المغرب رات اكتر أربعة أخمس المغربة اللي في المغرب أو قاتل أو القاتلين آخرين في المغرب راهوا مديرين واحدة تلقيح ديالهم إذا هذه المواطنين عندهم واحدة المناعة مشتركة تلال المرض والليقاح اللي كتحميل منظومة صحية طبعا الناس اللي عندها شاشة ومملكة حاشة باقي الفيروسكي شكل عليها خطر إذا المشكل فين الآن عالميا في الصين المشكل الكبير هو أنه هناك توقيف تلالسياسة سفر كوفيد في الصين يعني بين ليلة وضوحاها لأسباب داخلية ديالاتي الصين طبعا ولكن هذا الواقع هذا السفر سيبدأ في الصين كينا 22 جنبي رأسنا الصيني اللي فيه في الصين يعني واحد الحركة الكبيرة جدا كتكون هذا معناه بأننا أمام أيام وأسابيع تكون صعبة بالنسبة لعدد للإصابات ولكن مع ذلك عالميا ليس هناك تخوف من هات متحورات اللي كينا تخوف اللي كينا هو يكون يظهر شيء متحور جديد أكثر شراسة من أوميكرون لكاين المتحورات غتبان هذا مؤكد غتبان متحورات جديدة ولكن واش أكثر شراسة من أوميكرون لكاين يمكن يمنشي السؤال هو واش غيكون عنده الحق ينتشر يعني هذا الفيروس قبل هذه النقطة لم نفهم لماذا لا نستقبل المسافرين القادمين من الصين أين كانت جنسيتهم ماين هو التخوف بالضبط من ماذا هذا العطفان على السؤال ديالك هو ديال المعطيات يجوش الحاجات عندنا وضع في الصين اللي هو قابل لإنتاج متحور جديد ربما يكون أشد شراسة وإن كان احتمال ضعيف جدا لكي يقول خبرك ولكن احتمال قائم والدول كتبني سياسات ديالها على السيناريو الجيد وعلى السيناريو السيئ الحاجة الثانية هو أنه باش نعرفو واش في الصين غادي يكون شي متحور جديد خاطر أولا شو نقصنا نديرو كي خلص يدار السيكونساج التتبع دياله التسلسل الجينومي والتقاسم نديرو معها منظمة الصحة العالمية والعالم منظمة الصحة العالمية كتقول بالليل الصين لا تتقسم كذلك نرجمع قلتها رسميا كذلك باش كنعرفو بأنه ظهر شي متحور ربما خطير هو مليك نشوفو الأقسم الإنعاش الوفيات كتكتر كنعرفوها في الصين الآن لا تتقسم معطاية حول حالة الخطيرة ووفية لماذا لماذا لا تتقسم هذه المعطاية هي الصين حين الصين ما قدرش يجاوب على يعني السلطات الصحية الصينية قررتها ولكن السلطات صحية من قررت الرفع دي الحالة دي الكوفيد واحد العدد كبير من الإجراءة خرمه صاحبة صنفات المرض صنف دياله غيرت صنف المرض وكذلك والتي تعتبر على أنه الناس اللي موتوا بكوفيد هم فقط الناس اللي متوا مشاكل دير التنفس أو ضعف دير التنفس علما أنه كوفيد يقتل الحواج خير فإذن الحكومة الصينية تخذت أعداد من القرارات اللي جعلت منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي ما كيعرفش شنو كيبقع في الصين إذن هاته الجوج كيخليوا الدول كيتخذوا إجراءات احترازية والمقرب كذلك من ضمنها الدول طيب هذا الإجراء الاحترازي دكتور شكيب عبد الفتاح هو كافي أم نحتاج إلى إجراءات أخرى لا الاحتراز اللي أخذه المغرب هو حقيقة كافي وله مبررات علمية المبرر الأول هو أنه ظهر في الصين متحور من المتحورات ديالكوميكران اسمتها بي أف ست باختصار وهذا المتحور وللأسف أكثروا عدوى من الأوميكران إنه العدوى دياله ما بين عشرة حتى الـ 18 الأوميكران كان كل إنسان مريض كان عادي خمسة من الناس هذا كل إنسان سيكون مريض هذا عادي من عشرة 18 ديال الناس ثاني حاجة ربما مقلقة هو أن الفترة الحضانة دياله قصيرة جدا يعني يقدر كل إنسان يعني يتعادى يوم يومين غير يدير الأعراض والحاجة الثالثة لتها هي مهمة أنه كي يجي لحل الناس وخا كانوا فات فيهم الكوفيد كما قال الأساية دابا إحنا في وضعية صحية يعني مريح شيئا ما لأن عدد كبير من المغاربة داروا تلقيه عدد كبير من المغاربة دار المرض ولكن وللأسف هذا بيست لبي أفسد كي يجي حتى الناس داروا تلقيه حول داروا المرض ولمشكل أكثر لم يكن لدينا في متحورات أخرى تماما هو أن الأشخاص اللي ما عندهم ليس الأعراض هما معديين هذا هو المعطى العلمي الأول هل هو أكثر شراسة؟ لا ليس بأكثر شراسة وإن كان ما عندناش اليوم المعطيات الكافية لأن عرفتوا بأن الصين لا تتوفى لا مبقى تتصرح بالحالات ديالها ولكن كان خبراء بريطانيين المتتبعين للحالات الهوبائية في العالم مثلا اليوم قالوا بأن الصين كان عندها 5250 وفاة 439 915 وإن كانت هي مسرحات شباعة المشكل الثاني المشكل العلمي لماذا يتأخذ هذا هو عدم تتبع الجيني وإن كان ربما يبدأ في الصين لكي نرى متحورات خاطرة جدا ولكن لا تتعطي المعلومات الصين لا تتعطي المعلومات المنضمن عالمي الصحة فنحن لا يمكن أن تقف واحد الإنسان جاء مثلا من الصين وعنده متحور الخطير لا يمكن أن نعرفه فلهذا كنا أول دولة التي اتخذت هذه الإجراء كانت 13 دولة في العالم بالطبع هذه 12 دولة أخرى تدير البيسر عند الانطلاق بالرحلة من الصين إلى أي بلد وكتدير البيسر عند الوصول إلى البلد التي جاء منه الإنسان من الصين المغرب خاص مسألة بجدية كما كان الحال قبل وهذا كان دار في عدد كبير من الدول الأوروبية والدول الأمريكية والدول الأسيوية في 2020 2021 هذا شيء عادي بالنسبة الواحد للوباء لبقى ما عرفنا جميع العوامل دي دي دكتور بروفيسور بد ماذا عن عمليات التلقيح هل هناك اليوم معلومات واضحة تماما ودقيقة عن المناعة التي نسبناها هنا في المملكة المغربية نعم بالنسبة للتلقيح فالبرلمج اللي يعني تصيبه وزارة الصحة هو نفسه اللي أظن مهم جدا هو أن المناعة دينا جميعا تغيرات وهذا يعني طبيعي لأن المناعة دينا ضد الفيروس دير سارسكوف دو منذ 2019 مشي المناعة اللي عندنا ضده اليوم يعني في 2022 وهذا يعني طبيعي لأن هناك أشخاص اللي واجهوا الفيروس مرة مرتين ثلاثة مرات وداروا كذلك اللقاح وبالتالي هاتشي اللي يجعل أن كان راكم وحد المناعة يعني موجة بعد موجة وكذلك بعد اللقاحة وهاتشي اللي أظن يمكن لي أنه يشرح لنا يعني ما قلت منذ قليل هو أنه موجة بعد موجة كيبان ولو أنه كما لو أنه يعني الحدة أو الأشخاص أو عدد الأشخاص اللي مصابين بالفيروس تقيل الموجة بعد موجة لكن أظل ما يحصل هو أنه يعني المرض الخطير أو المرض الحاد يقيل موجة بعد موجة لأن الأشخاص يكونوا ممنعين أكثر فهذا طبيعي أنه مع مرور يعني الموجات ف يكونوا ممنعين أكثر وبالتالي الفيروس يكون عنده أقل ضرر هناك واحد الجانبي اللي هو مهم هناك الجانب دي المناعة اللي كان تحدث عليها اللي هي مضادة الأجسام بلك تحدث على الأشخاص البزاف وهي اللي يعني بعد ثلاثة أشهر أربعة أشهر كان نلاحظ بأنه انخفاض يعني ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر بعد اللي قح يكون واحد انخفاض دي المضادة الأجسام لكن هناك مناعة أخرى اللي هي مهمة جدا وهذه اللي يعني كتحميل أشخاص ضد المرض الخطير هي المناعة الخلوية هذه المناعة الخلوية اللي وضحوا العلماء اليوم هو أنها كتبقى مع الشخص وهذه المناعة اللي كتسمى المناعة الذاكرة يعني بخلاصة على العموم فأمام مع مرور الموجات المناعة دينا وهذا مسألة يعني طبيعية كتحسن وإلا بغينا نرجع للمشكل ديال الصين وإحنا قلناها في السابق الصين حاولت أنها تنهج يعني سياسة ديال صفر كوفيد وإحنا قلناها في السابق بأنه يعني ما كناس متافقين مع السياسة لماذا لأن الفيروس ما يمكن شليك تحبسه الوقت اللي رفعات القيود يعني بحال إله هاته اللي تعيش الصين هو اللي عاش تقريبا معظم دول العالم يعني سهور قبل ذلك بما في المغرب يعني محتاج لأننا نشوف الفيروس كذلك حتى يعني نقوي المناعة ديالنا طبيعا الحال كنخاف دائما على الأشخاص الأكثر هشاشة لكن المناعة لك تصيب أشخاص اللي هما بصحة جيدة كيكون عندك ذلك واحد الدور ديال يعني تطوير المناعة الطبيعية وأظن أن هذا هو اللي كتعيش الصين اليوم طبيعا الحال اللي كيبقى عندنا في التخوف الكبير هو أن هذا التكاتور الكبير ديال الفيروس اللي كيحصل في الصين التخوف اللي عندنا هو أنه يعني يحدد أو تحدد أو يحدد ظهور يعني طفرة جديدة وتعطي يعني متحورة جديدة الاحتمال كيبقى قليل لكن كيبقى قائم وهذا دي كيجعل بأن القرار اللي تاخذ المغرب كان يعني في محل دكتور حمضي كيف نفهم شكوى الكثيرين من الأشخاص أنهم يعانون من نفس أعراض تقريبا كورونا عندما يخضعون للتحاليل تظهر نتائج سلبية ولكن يعانون من أعراض ننسوش بأن نحن في الفصل هذا فصل جميع الأمراض الفيروسية التنفسية كتكتر نحن كنتكلم على كوفيد التعطاش وكنتكلم أساسا على الأنفلونزا الموسمية النقطة الأولى أولا العدد للتحاليل اللي يدير يومين هو قليل مقارنة مع الحالات اللي كنشوفه ما كيناش اليوم شي أسراء مغربية أو شي قسم في مدراسة اللي ما فيش أعراض إما الزوكام إما الكوفيد إما إما باش يمكننا نفرقو كيخصان يخصو يدارو دي تاست باش نفرقو بنتهم طبعا مني كنديرو التاست خصي يكون العدد كبير باش يمكن يحكمو والنقطة التانية أنه يدارو التاست عنده وقت يديرو فوق يخصو يدار ماش يكن يدارو سمعنا وعشر يام بعد كان احتم مثلا كنت تعقد الحال وكبش يدارو التاست يخرج النكاتف لكن إذا ترنا التاست في الوقت الطبي وكان النكاتف معناه إنسان رأى عموما ما عندوش الكوفيد عموما يعني هو كاين لفو نكاتف ولكن عموما ما عندوش الكوفيد ولكن رأى كاين أمراض أخرى اللي هي خيب اللي في الوزنة الموسمية واللي احتهي هذا العام لمنسبة الدول الأخرى اللي في النصف الجنوبي دي الكورونا الأرضية ولف الدول الأوروبية اللي فوق منا كاين انتشار دي الفيروس وشوية ربما هذا الوباء يمكن شارس يمكن لأنه خصنا تنبع نعرف الأرقام دي الوفايات وغيرها عاد الإنسان كين كله يحكم ولكن عموما هذا العام في الوزنة الموسمية ربما في بعض الدول طولت بعض الشيء أكثر من السنوات اللي سبقى المغرب رغم ما بدأ فيه الفصل البارد رحنا ما نذكره بأنه الحرارة الصيف بقى مستمر معنا شهر سعود وشهر عشر وشهر عاد بدأ كي جو كي برد ودجمبير يلا بدأ الفصل البارد حقيقة فإذا إحنا الله بدأنا في الفصل البارد والتالي من طبيعي أنه تكون هات أمراض التنفسية إحنا اللي كنقوله اللي عنده سوى أندر تست ولا ما درج اللي عنده الأعرض على الأقل يعزل رأسه في الدار دياله ما يمشي الخدمة ولا يمشي لدراسها ولا يمشي يعزل رأسه يدوز ويدير الكمامة ويدير حتيات دياله وكننقوله كذلك على أنه مهما وقع في هذا شي إحنا اليوم مطمئنين والسيناريوهات الإيجابية بإذن الله هي اللي متروحة ولكن نرد البال مع الناس اللي عندهم الهشاشا ومملك حيش هذول يقدم التمن أو الناس اللي عايشين معهم ما فيها بس إذا كنا في أماكن مزدحمة ولأماكن مغلقة نديروا الكمامة ديالنا لكل الناس اللي عندها شاشا حتى لما لن لن احسن ندير الكمامة ديالنا في الأماكن اللي فيها انتشار كتير ديال فيروس لأنه ما كينش غير وفاة كوفيد ما فيش غير يقتل كيمكن كوفيد الآن الطويل هذا مرض جديد ما عارفينش منذ عشر عشرين عام ثلاثين عام ما هي الأمراض الطويلة التي ستنتج عن كوفيد إذن الإنسان كل ما ما تآداش كل ما كان أحسن عود إليك بروفيسور شكيب عدد الفتاح لحظتم بروفيسور أن هناك تأثير للذين أصيبوا بكوفيد أو الذين يصابون به الآن على إصابتهم بإنفلوانزا أكثر خطورة من المواسم الماضية أم من المبكر الحديث عن هذا الأمر لا كان دراسات حاولت بيشوف العلاقة ما بين كوفيد وما بين الإنفلوزا الموسمية وتبت العكس معنا أن الناس اللي كيكونوا دايرين الإنفلوزا عفوا الكوفيد كيكونوا محميين ربما شيء ما من الإنفلوزا الموسمية ولكن هذه السنة عدنا واحد المشكل الكبير اللي في السر فعلش كأن الناس عندهم أعراض كثيرة وأعراض قاسحة وكيبقى فيهم بزاف لأننا في 2020 و2021 كنا ديرين الماسك وكنا نغسلوه الديناء فمدرناش الرواح يعني يعني المناعة دينا ما بقى حقل على ذا كل الفيروس فإذن بحل دباء في 2023 أول مرة سنتلقوا من جديد مع الفيروس الإنفلوزا الموسمية فسألنا ضرورة قصحة لكي أغلب الأطباء والمنظمة العالمية الصحة كان صح الناس اللي عندهم هشاشة أو اللي عندهم أمراض مزمنة باش يديروا ولا بالداد العام تلقي ضد الأنفلوزا الموسمية باش مجيهم مش قاسحة والناس خورين غادي يكونوا استراحوا فضرهم بمشيشوا عادي وناس خورين كنت غادي يكونوا إن شاء الله أفضل من بعد هل تفضل أن نرجع إلى الكمامة دكتور أنا أفضل تماما أنا أفضل في هذا الوقت الحاضر على الأقل في الأماكن المزدحمة وهذا إجراء راكين معبول في الصين عفوا في آسيا حتى قبل الكوفيد كان جميع الأسيويين كيدرون كما ما في الشتاء وفصل معنى ما تتحدث عن ذاكرة المنعة هل معناها الذي أصيب بهذه الأنفلوزا القاسية مرة أخرى لن يصيب يصاب بها بنفس الأعراض القوية بروفيسور تماما الناس اللي غيروا هذا العام هذا الأنفلوزا هذا الرواح تسمينا الرواح يعني من جهد العام الجاي إن شاء الله ما غيروا يعني غيروا قليل لأنه ستقع عقل على الفيروس بروفيسور عبدالله بدو في إطار الدراسات التي تقومون بها أي تأثير لكورونا على مناعتنا بعد ثلاث سنوات تقريبا ما الذي تلاحظونه يعني ما سمعت السؤال عفوا قلت لك أنتم أكيد بسدد دراسة أثار الكوفيد على مناعتنا هل هناك استخلاصات مخرجات لهذه الدراسات التي تقومون بها أو التي تقرؤون عنها على الأقل نعم هذا سؤال مهم جدا أظن أنه مهم جدا أن الناس يعرفوا كيف الجهاز المناعة كي يعمل الجهاز المناعة كي يعمل الوقت اللي كي يطور يعني مناعة ضد فيروس الماء عندنا خلايا اللي مختصة بكل فيروس وبالتالي الوقت اللي مثلا جهاز مناعتنا يطور يعني واحد الاستجابة مناعية ضد الفيروس ديال إنفلوانزا فهو كي يقوم بها عن طريق يعني واحد الأدوات خلايا وكذلك بروتينات معينة الوقت اللي كي يبغي يعني يخلصنا من الفيروس ديال سارس كوفدو كي يقوم بها عن طريق خلايا ومواد أخرى وبالتالي يعني هناك واحد خصوصية مهمة جدا عند الأدوات اللي كي يعمل بها جهاز المناعة باش يخلصنا من كل يعني فيروس وماشي غير الفيروسات كي يقوم بنفس شيء كذلك ضد السرطانات وبالتالي جهاز المناعة فيما كيكون شي خطورة في الدات ديالنا فهو كيقوم بواحد الاستجابة مناعية وهذه الاستجابة مناعية كتكون عندها خصوصية مني كنقول خصوصية بمعنى أنه ما يمكنش أن واحد الاستجابة مناعية تأثر على جهة يعني تأثير على واحد استجابة مناعية أخرى وبالتالي أنا أظن بأنه هذا سؤال يرجع كثيرا استجابة مناعية يلقبنا بها مثلا عن طريق يعني مواجهة الفيروس طبيعيا أو عن طريق اللقاح فما سأترش ما عندها تأثير على يعني استجابة مناعية ضد فيروس آخر أو ضد ميكروب آخر أو حتى ضد الخلايا سرطانية أخرى يعني اللي كيكون عندها خصوصيات عديدة فجهاز المناعة دينا كيقوم بهذا العمل عن طريق أدوات خاصة وهذك الأدوات كل مرة هي اللي هتتطور باش تقوم بالعمل ديالها والوقت للفيروس كيخرج من الدات ديالنا فهذك الأدوات تقريبا ذوك الخلايا مجموعة ديالهم معظم ديالهم كيموتوا كيموتوا كيبقى واحد الخلايا واحد العدد ديالهم قليل هم اللي كيكونوا الخلايا الداكرة كيبقوا في الدات ديالنا باش لا التقنا بالفيروس مرة أخرى كي يقوموا بالعمل ديالهم تتكاتروا بسرعة أكبر وهذا هو الهدف من اللقاء إذن إلى جهاز المناعة ديالنا قام لإزالة واحد الفيروس ما كيتأترش يعني الخلايا الأخرى ما كيتأترش باش توقف ضد أو توجه فيروس آخر أو حتى خلايا خطيرة اللي كتكون في الدات ديالنا أخرى طيب دكتور حمضي الناس الذين لم اختاروا عن قصد أنهم لم يتلقوا التلقي عدم الحصول على التلقي هل مازالوا معرضين للخطر مع ربما تراجع خطورة هذه المتحورات أم لا وهذه قصة نقوله على أنه كوفيد وخارط لتنتهي الجائحة الخبراء يعني غد يتحول الفيروس إلى فيروس أنديميك غد يبقى دونك غد يبقى يصيب وغد يبقى يمكن يتحول إلى موسمي يعني في الفصل البريد يبقى انتشر أكتر وأكتر بالنسبة للناس عموما يعني مع المتحورات السريعة الانتشار جدا الأغلبية ديال الناس للسوك الأرض يتصاب بكوفيد لما تصاب مرة تصاب جوج دلتا هذه الإصابات تعطيها النوع من المناعة ولكن المناعة القوية هي التي تأتي مشترك ما بين إصابة سابقة وما بين اللقاح إذا كان الناس اليوم إنسان في صحة جيدة صغير في السن دير واحد جوج ديال جرعة مع هذه المتحورات الجديدة ليس هناك خوف على هذه الناس وليس هناك خوف لا يوجد ضمانة بأن إنسان صحيح وصغير في السن رغم كوفيد لا سيأترع ولكن نادرا فين ستكون حالة خطرة عنده ولكن الناس مع الأسف الذين لديهم هشاشان الذين لديهم 65 سن 70 سن 80 سن لديهم سكار لديهم تنسيو لديهم كونسار هذو كلهم اللي ما ملقحين اللي ما عندهم مناعة مع الأسف نهار اللي غادي تلقوا بالفيروس غادي تسيبهم غادي تكون خطورة فيه غادي تكون أقصر إنعاش غادي تكون وفيات وإن كان نحنا كنقول بأنه طبعا حتى الناس اللي اختاروا من تلقحوش رأى أغلبية سبق ليهم تصابوا كوفيد واخدوا واحدة المناعة طبيعية ولكن هات المناعة الطبيعية واش مرة وحدة ولا جوج واش كافية لما كافياش الإنسان ما كيكون مطمئن حتى كيكون دير الزرع ديالو كاملين وانا داك الناس اللي عندها هلها شاشة من كيكون محمين إلا الناس اللي كتكون عنهم هلها شاشة الكبيرة بزاف السين كبير بزاف أمرض خطيرة هادو مع الأسف كيخص أشياء أخرى اللي بشكي يتحمل ولكن الاختصار أنه الناس اللي مملك حين هم عندهم هشاشة دائما يشكل الفيروس خطرا على حياته داب في جنفية 2023 وفي صيف 2023 وفي صيف دي 2024 لأن الخبراء يقولوا أن الفيروس سيبقى يدور مرة مرة فإذا مرة مرة يعزل هذو الناس اللي عندهم هشاشة ومملك حين تلقيح كامل أو ما عندهم منع كامل بتلقيح من الإصابات وهذه شكل لهم خطر للأسف دكتور بروفيسور شاكيب بالنسبة لأشخاص الذين تلقوا جميع الجرعات الخاصة بالتلقيح ماذا يفعلون الآن هل هم محميون أم لا الناس اللي تلقوا الناس اللي تلقوا الجرعات التالية نحن عدنا 6 مليون و868 ألف في المغرب تلقوا الجرعات التالية فكين وحد الحماية ولكن هذه الحماية تنقص مع الوقت يعني تنقص شهر على شهر تنقص شوية فإذن يجب يدرون مع التلقيح يجب 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 الوقاية الأخرى يعني الماسك وغسل اليدين الناس اللي تلقوا جرعة واحدة ولسيما بأن نحن الجرعة الواحدة رفت على تقريبين عامين في المغرب أو عام ونص فهما غير محميين وكان ضيف على ما قاله الأستاذ حمضي بأن المعلومات اللي عندنا من الصين تبت أن هذو الناس اللي كيموتوا بزاف أن تقريب 5250 وفاة في اليوم هما من الناس الغير الملقحين لاش تقريبا 1 مليار و277 مليون بجرعتين وعندها 800 مليون بجرعة ثالثة ما عندها شتى واحد تبري دير المعززة وعندها بنسبة 3 مليار دير الساكين فعندها يلا 800 مليون دير ناس يدير 3 دير الجرعات فالناس اللي إما عندهم كبيرين في السين أو عندهم أمراض مزمنة ولي ملقحين شوما لكيموتوا دبا في السين والذين لم يتلقوا أي تلقيح الذين لم يتلقوا على حساب الفيروس يعني معالو ميكران نعم أولا إلا كان عندهم قل من 50 سنة وما كان عندهم أي مرض فإمكن غيجيهم بحالهم حن الروح وغادي بروا منه إلا كان عندهم إما مرض مزمن أو مرض مزمنة كما كان النوع ديالها أولا عندهم كتر من 60 سنة فكما قال أستاذ حمدي فلابد غيكون واحد عدد ديالهم غلي ديروا حالات حارجة وللأسف وغادي وصلوا لإنعاش بروفيسور بشكي بماذا عن المناعة الجماعية هل لدينا في المغرب مناعة جماعية اليوم كان نظن بأن في المغرب وصلنا اليوم لأكثر من 60% بالنسبة للمناعة الجماعية هذا ما يفسير العدد الحالات التي لم يبقى خاطرة بالنسبة لوميكرا أو بالنسبة للمسائل الأخرى تفضلنا عفوا لا غير باش نأكدوا على واحد الحاجة بأن المناعة الجماعية بالنسبة الوحيد في المتحورات هي تتبدل نقول بأن لدينا 60% بالنسبة للناس الذين كانوا تدري الجرعات ولكن لدينا لدينا العام الجاي رائعا ما بقى لدينا مناعة جماعية لدينا لدينا 30% إلى 40% لدينا هناك من يقول أنه بعد تلقي التلقيح صار ينسى الكثير من الأمور هل هناك أساس شرعي أو أساس علمي لهذه الإدعاءات؟ نعم هذا السؤال مهم جدا حينما يقوم العلماء بدراسة لقاح أو لقاحات أو أدوية فكتمر في عدة مراحل المراحل من طابع الحال كتمر في المختبر وبعد ذلك على الخلايا وبعد ذلك على الحيوانات وبعد ذلك على الإنسان ومن طبع الحال هذه الأسئلة التي طرحت اليوم سد جوهراء يتم التحليل فيها بطريقة دقيقة كيف يعمل العلماء؟ كيف يعملون بطريقة حسابية يعني الوقت اللي كيكون يعني واحد العدد اللي هو حسابيا مهم جدا دي الأشخاص اللي ما عندهمش أعراض وبما أن الوقت اللي تكون الاستفادة من اللقاح أكبر من الأعراض الجانبية والوقت اللي كتكون لك الأعراض الجانبية قليلة قليلة جدا جدا فهناك كي يخذوا يعني الأشخاص اللي كيكونوا كيقيموا هذا التراسة كي يخذوا القرار أنه يعني يمشيوا مع اللقاح الآن واش اللقاح ما غير شخص ما غير يكون عنده عليه أعراض جانبية لا كيكونوا بعض الأعراض الجانبية بكش لاش كيكونوا ولو أن اللقاح كيخرج يعني الوجود كتبقى الدراسة ديالو كتبقى ملفاز ربعة كتبقى كتستمر باش الأشخاص اللي لحظوا بعض يعني الأعراض الجانبية كي يعرفوا بها يعني السيرفيس المعنيين بالأمر هذه الأعراض هذو اللي تكونوا على العموم فتتكون أعراض خفيفة جدا الأعراض اللي تتكون أعراض يعني مهمة أو خطيرة تتكون قليلة وقليلة جدا وعليها كي يعني على العموم الدراسات كيقوموا باش كي يعطيوا يعني الدور أخضر بأن اللقاح يقدر أنه لأن الاستفادة ديالوك تكون أكثر بكثير وبكثير من الأعراض التي تكونوا يعني قليلين جدا عند بعض الأشخاص فقط طيب الحمد لكي نكون في تواصل مستمر مع مشاهدنا الكرام ما زالت عملية التلقيح متواصل الذي يرهب في الحصول على جرعة أخرى العملية دي التلقيح متواصلة المواطنين اللي ما تلقحوش باقي الأبوة مفتوحة اللي معمون مخدوشي جرعة كيبشي ياخدوها إلى خسور بعض الجرعات خسور بعض الجرعات يديرهم لأنه هدو هم الولا اللي كيأتي وتمن مع الأسف في الإنعاش ما هي التلقيحات الموجودة اليوم متوفرة اليوم دكتور حمدي هل تغيرت أم هي نفس الأنواع الموجودة؟ نفس التلقيحات اللي كانت موجودة سابقا هي اللي كان اليوم ونفس البرنامج الوطني دي التلقيح ضد كوفيد هو اللي بقي مستر وإن كان اليوم كانت تأكيد على المواطنين كانت تكلموا عن الناس اللي عند لها شاشة كانت تكلموا لأنه لاش هدو هدو هم أقرب إلى باب الإنعاش من الآخرين هذا ما كيعنيش على أن الآخرين ما يكونوش منقحين أنا بحل اللي كانوا أقولوا دائما كوفيد ما كيناش فقط غير أنا وخد صبيت كوفيد أنا ما مشيش الإنعاش إذن وخما تلقاش لا راكين كوفيد كان كوفيد طويل آمد كان عدة أمراض دلقاء دي الدماغ دي الأمراض نفسية عدة أمراض اللي يبسط الدراسة الآن اللي ربما كالقولها بحل اللي كانوا الأزمات الصحية اللي فاتت تسعمية وتمنتاش وغيرها كيمكن يبقى الآثار دي المرضي على الوحد المدى الطاول فإذن إنسان كل ما كان ملقاح كي يكون ممتاز كل ما دى الاحتياطات إذا كان عنده الهشاشة أو لاس هو في الموحيط إذا كنت أنا صغير في الصين ومزيان صحتي ولكن معي في الدار وحد المرحة حملة معي وحد السيد عنده سرطان كي يدير شي ميتعابي خصنين دير الاحتياطات أنا كبيرة أما هذو اللي عندهم الهشاشة قصو يديرو تلقاح ويديرو احتياطات إذا كنت في طوبيسة إذا كنت في واحد المكان مغلق أو واحد المكان مزاحم دير الكمامة دي هلك من الأفضل إذا كان عنده أعراض كذلك اللي عنده أعراض وخيكم صحة جيدة يبقى في الدار دي هلو يدوذ يدير الكمامة دي هلو علاش باش نوقفوا الإصابة دي الناس بالخصوص باش ما يكونوا شهد الوفيات ما تكون شهد الحالات الخطيرة طيب بروفيسور شاكيب إذا تفضلت هل تسي الناس بالحصول على التلقيح الموسمي للإنفلوانزا هل ما زال الوقت مناسبا لذلك؟ تماما ما زال الوقت مناسبا تلقيح الموسمي هو فعال حتى الآخر مارس من كل سنة لأن الفيروسات تحتد الأنفلوزا الموسمية كتبدل يكون عندنا القاتل اللهور يعدنا بي من بعد تماما إذا تفضلت سأراجع إلى المسألة التي قلتها هي مهمة جدا كيف تلقيح يقدر يعطي أعراض ده باكين دراسات لباقي مخرجتش النتائج النهائية ديالها تبدأت بأن الفيروس ديال الكورونا كما قال أستاذ حيندي كيف يكتب بزاف ديال الأعراض أنتم أسترتم إلى المشكل ديال المشكل ديال النسيان هذا مشكل كبير متروح للعالم نحن كان نسحو المواطنين أولا اللي عندو هاد المشكل يمشي يشوف طبيب اختصاصي في أعصاب نغولغ ماشي بسيكياتر نغولغ ماشي ديال لواحد يعني الفحص دقيق ويشوف أشن هو السبب ديال النسيان لأن لوحدة أن كثير من الناس من سمع هذه المسألة عادة باش تلاحظوا بأن عندهم النسيان أو لكتر عندهم النسيان تانيا ماقي الشي دليل علمي قاطع يتبه أن التلقيح لا يعطي مشاكل في النسيان عند الناس اللي أصلا كانوا غيروا مشاكل في النسيان كان بعض العلماء يقولوا بأنه يقدر يزرب هذا المشكل ديال النسيان يعني يزرب بأن الإنسان إلا كان يجيو هذا المشكل ديال النسيان مثلا في ست سنة يقدر يجيو في خمسة وخمسين ولا في خمسين سنة هذا كلها نظريات بعدناش مثلا بتدقيق واش كين لما كيش كانت سنة وليس نتأجي للأبحاث مش غنشوفو واش كين لأن أغلبية الأبحاث دارت كما قال أستاذ حمدي على الكوفيد طويل ما تدارش على ما هي الأعراض يعني اللي كانت جير خمس سنين ولا سسنين من بعد تلقيح لأن ما عندناش الوقت كافي بالنسبة ما بين تلقيح وما بين تتبر كين غن يبين وذلك شي لأن الخمس سنين طيب بروفيسور بدو أين وصلت دواء المضاد لكورونا الصوت لا يصلني هل تسمعوني دكتور بدو أنا أحسن سألتك عن الدواء الدواء المضاد لكورونا أين وصلت الأبحاث المتعلقة به بالنسبة بالنسبة المغرب أو بصفة عامة بالمغرب طبعا لم أسمعك بالنسبة المغرب بالنسبة المغرب ولا ضير في أن تقول لنا ما يحدث خريش المغرب كذلك نعم بالنسبة المغرب في الحقيقة ما عنديش معلومات يعني واضحة كلينيكيا ربما البروفيسور شاكيبي لعنده معلومات أكتر فبالنسبة يعني ما يحصل عالميا بالنسبة لبعض الأدوية لظهراته اللي هي مضادة أجسام اللي هي يعني مكونة ومطورة في المختبر بعض مضادة الأجسام اللي كانت يعني تطورت كأدوية ضد بعض يعني الفيروسات اللي ظهرات من قبل فكان واحد الهروب مناعي بالنسبة لها الفيروسات الجديدة اللي تتغير الآن وبالتالي قلت الفعالية ديالها ديالها الأدوية هذو اللي تسمى مضادة أجسام بالنسبة الأدوية أخرى كباكس لوفيد ما أظنش أن في المغرب خرجت أي دراسة اللي تتعطي يعني المفعول ديالها أو الفعالية ديالها يعني على العموم مش تحتش دراسة لخرجات اللي تتعطي الفعالية ديالها على المغرب طيب دكتور شكيب أعود إليك باختصار أرجوك هل تعطونا أدوية مضادة لكورونا هل هناك الجديد في المغرب كان عندنا جد أدوية المونو بينافيق والباكس لوفيد كانين متوفرين المونو بينافيق في 30% ديال الفعالية وباكس لوفيد في 90% كنت أكد ما قال هو الاستدباد بأن ما عندنا دراسة في المغرب ولكن دراسة استعملت في كثير من الدول الأوروبية والأمريكية دكتور الحمضي بالنسبة لكورونا طويلة الأمد هل لدينا لها معلومات وافية في المغرب في المغرب ما عندي شموطية خاصة بالمغرب ولكن حتى عالميا بقى عدة دراسات فيها بعض المرات كانت بعض الأرقام التي تختلف ولكن عموما يعني يمكن نقول على أن الدراسات التي كانت تأكد الأهمية والخطورة في هذا الموضوع كوفيد طويل الأمد لا من نسبة القلب لا من نسبة مسائل نفسية لا من نسبة الجهاز العصابي ولا من نسبة عدة أعضاء أخرى جسم الإنسان كوفيد طويل الأمد من لها تسالي جائحة سيقول كلمة ديره كذلك دكتور شاكيب تواصلون البحث في هذه المسألة كورونا طويلة الأمد في المغرب تماما اللجنة العلمية كان درت واحد جوج اجتماعات بالنسبة الكوفيد طويل وبالمشاركة ديال المديرية ديال أوبيئة فقدرنا دات واحد الدراسة لكي نشوف أولا العدد المغاربة اللي عندهم الكوفيد طويل وثانيا أشنا هم الأعراض ولكن كنظن أنا شخصيا بأن غلقوا نفس الأعراض ونفس المشاكين اللي كان في العالم لأن الدراسات اللي كان دابا بالنسبة للدول سواء الأفريقية الأسيوية الأمريكية أو الأسيوية أو الأوروبية بينات بأن 30% أكثر من 30% ديال الناس اللي كيدرون الكوفيد كيدرون الكوفيد طويل سواء داروا الكوفيد ومعارفين سواء إنتهى وقت البرنامج لأسف الشديد شكرا نجلزين لك البروفيسور شكي بعد الفتاح على كل ما تفضلت به الشكر موصول كذلك لبروفيسور عبدالله بادو والدكتور طيب حمضي الذي نتمنى له الشفاء لك ولكل مرضانا شكرا لكم مشاهدين على المتابعة نلتقي بخير بإذن الله موسيقى